السؤال بيقول ما حكم ترك الزوج لبيته ورعيته مفروض ورعيته يعني والذهاب للقهوة وطلعب الشطرنج كل يوم من بعد المغرب إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل مع العلم أنه بيقول ده حقي أريد أن أرقف أرفع عن نفسي أنتم ما تعرفوش إلا أنا فيه من ضغوط العمل طبعا هي بتقول ما حكم ترك الزوج لبيته طبعا إحنا ممكن الأسهل أن نقول أن ده كله حرام بس الأهم أن نحن نزل إزاي نحل المشكلة دي إحنا عندنا شخص عنده ضغط في العمل فبيقرر أنه هو يعمل حاجة استلح عليه الرجالة أنا عايز أفصل ولما تسأله عايز أفصل إزاي يقول لك أنا عايز أشد الكوبس أشد الكوبس يعني أنقطع عن أي حاجة ليه علاقة بالعمل وأعيش ساعة ولا اتنين ولا تلتة فبتسرح منه أنه هو يعيش إيه؟ المدة دي من صباحة صلاة المغرب يعني دلوقتي المغرب تمانية تمانية ونص صلة المغرب تمانية ونص لغاية يعني يعود له كده أكتر من ست ساعات أو ست ساعات طيب ست ساعات دي ربع اليوم ربع اليوم كتير؟ آه كتير اليوم ما بيتقسمش بالطريقة دي اليوم بتقسم عبارة عن ثلاثة الصحة ربع تلت اليوم بالصحة للنوم والأكل والشرب طيب والتلت التاني للأهل والعبادة والعلاقة بربنا والتلت التالت للعمل تلت التأسيمة لو بازت التأسيمة دي اليوم باز نعيدي التأسيمة دي تاني التأسيمة الأولانية البدن والصحة ثمان ساعات على الأهل ثمان ساعات ثمان ساعات دي تشمل ايه؟ على الأقل ستة نوم واثنين أكل والشرب وتمان ساعات عبادة والعبادة دي عبادة منزلية إن أنا أقوم بما يسعد أولادي ويحافظ عليهم وأجلس معهم وأصلي وأصوم وأعمل كل الكلام ده ده التلت التاني تلت الأهل وبعد كده فيه ايه؟ التلت بتاع الشغل تلت الأهل ده بيبقى فيه الصلوات وفيها قيام الليل وفيها المحبة وفيها قيام خدمات الأهل وفيه تمن ساعات بتاعة الصلاة بتاعة الشغل تمانية 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 إن من وسط التمن ساعات بتاعة الأهل التمن ساعات دي هي تمن ساعات العلاقات يدخل فيها الفصلان هنا يعني فصلان في الأساس بيكون مع الأهل طب والأصدقاء يدخلوا في التمن ساعات بتاعة الألاقات دول طيب إيه حكم الزوج بقى إذا كانت تمان ساعات دول بيتاخدوا كلهم للأصدقاء ويترك الأهل أكيد اللي بيعمل كده داخل في قوله في ناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإثم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول يعني إيه اللي حاصل يعني ده خطر اللي أنتو بتحكي اللي أحدك بتحكيه ده ده مجلبة للفتنة فالرجل اللي بيعمل كده بيفتن أهل بيته بيفتن أولاده بيفتن أولاده بيفتن كل من حوله بيفتن كل من حوله بيفتن أولاده بيفتن كمان زوجته ويضيع كل ما يجب أن يكون عليه وعشان كده مسألة بسيطة عايزين نعمل إيه؟ نعمل ببساطة خالص نظام النظام أن نحن نعيد جدولة هذه العملية العملية دي بهذا التصور حرام لأنها توقع صاحبها في أنه يضيع من يعول والله لو قلت أن ده أريحلي من أن أنا أعمل مشاكل مع زوجتي لا الأريح أن أنت تسحلي مشاكل مع زوجتك طيب والله ده أحسن من أن أنا أروح أشرب مخدرات لا الأحسن أن أنت تصلح بين زوجتك وما تشربش مخدرات فأنت ما تخيرناش ما بين إيه؟ ما بين السيء والأسوأ لا ده حرام أنت لازم تعمل ببساطة خالص أن أنت تحافظ على أهل بيتك وذلك لازم تكون أنت بتعمل الكلام ده يبقى الحل إعادة جدولة هذا الأمر ويحصل ثلاث حاجات أول حاجة جلوس ومصارحة الزوج يصارح بأنه هو بيهرب من البيت فيصارح الزوج بده وهي تتفق معاه على أنها تجعل البيت بيئة مناسبة للمشاركة ثم نتفق مع بعض على ما يمكن من خلاله نجدد في حياتنا وشوفوا حلقات التجديد الحياة اللي احنا بنتكلم عنها التجديد الزواج لو سمحتم ارجعوا الحلقات اللي احنا عملناها آخر حاجة لو سمحتم لازم كل البيت يشترك في الحوار ده لأن في حاجات كتيرة احنا ممنقاش شايفينها بيبقوا الأولاد شايفينها ولازم هم ببساطة خالص يكونوا داعمين لفكرة التغيير في حياتنا كلنا وده شيء مهم جدا 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 ترجمة نانسي قنقر